سعى الخير وأهلا بكم من جديد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إصدارة رخيصة تنظم عمل منصات مثل نتفليكس وإلذامها بالأعراف والقيم المجتمعية ولم يوضح المجلس الإعلامي المصري طبيعة هذه الخطوات أو كيفية اتخاذ إجراءات بحق هذه المنصات ومدى صلاحيته لذلك نتفليكس والمنصات المشابهة لها في قفص الاتهام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر اجتمع وقرر دعوة المنصات التلفزيونية الإلكترونية إلى الالتزام بالقيم المجتمعية للدولة ووضعها تحت طائلة المحاسبة القانونية المجلس يقول إنه بصدد إصدار قواعد تنظيمية وترخيص عمل مثل هذه المنصات الإلكترونية تلزمها بإزالة المحتوى الذي يتعارض مع القيم المجتمعية خاصة منها الموجه للأطفال الإجراءات اللازمة بالمرصاد في حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع يلوح بيان المجلس البيان لم يضح مهية الإجراءات هذه وسط تساؤلات عن صلاحية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنح أو سحب ترخيص لمنصات إلكترونية مثل نتفليكس أو ديزني ومدأ حقية المجلس في الرقابة على أعمال خارجية البث التضفقي للشركة الأمريكية نتفليكس في دائرة التضييق ورغم ذلك فإن أعداد المشتركين في مصر شهدت زيادات كبيرة وغير مسبوقة مد وجزر في علاقة مصر سلطة وشعبا بالمحتوى الإلكتروني لنتفليكس ما بين مؤيد أو معارض أو مؤيد بحذر وضوابط بين الفترة والأخرى يثار الملف إعلاميا لكن مع فارق أن أصابع الخلاف كانت تتمحور عن مدى محاكاة إنتاج مصري على نتفليكس لقيم المجتمع بينما القرار الحالي أوسع ليشمل كل المحتوى المخالف لهذه القيم وينضم إلينا من اسطنبول حسين صالح محامن وناشط حقوقي أهلا بك معي أستاذ حسين ونبدأ من بيان المجلس الأعلى للإعلام وهو يوجه بأهمية التزام المنصات مثل نتفليكس وديزني بالقيم المجتمعية في مصر في حالة عدم التزامهم أشار إلى اتخاذ إجراءات ضدهم إيه الإجراءات اللي في إيد المجلس الأعلى للإعلام اتخذها التحيات ليكي أستاذ سلمة في البداية وللسادة المشاهدين يعني لو اتكلمنا على البيان هو البيان في حد ذاته بيعتبر وضع الخطوط العريضة وعنوين لا يمكن التخمين بشكل الضوابط والإجراءات التي ستتخذها المجلس أو ستتخذها الحكومة المصرية في التعامل مع المنصات الإلكترونية المنشئة للمحتوى وعلى رأسها نتفليكس وديزني لكن قانونا سيد حسين بدو أتبر بالنسبة لي من وجهة نظر قانونية ايه اللي ممكن تتخذه فعلا يعني هو بالنسبة للمجلس الأعلى للإعلام وفق القانون 180 لسنة 2018 اللي أنشئ من خلاله المجلس وبيمارس دوره وبيعمل من خلال عدة لوائح تم إعدادها وإقرارها لديه كامل السلطة الرقابية على كل المؤسسات الإعلامية وخاصة المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الاتصال الدولي الإنترنت يعني إذا قلنا النهاردة أنه المجلس بصدد إعداد إجراءات جديدة يستطيع من خلالها صانع المحتوى سواء موقع أو شركة أن يعمل في مصر أو تبث أعماله في مصر أنه يتقدم بطلب للحصول على ترخيص كشركة مثلا على سبيل المثال ده الواضح من الإعلان اللي أعلن عنه وده الواضح من البيان أنه العمل هيتم من خلال هذه الضوابط أنت شركة ديزني نتفليكس أي منصة تقدر تيجي تشتغل في مصر تقدر تبث أعمالك من خلال هيكل أو جسم قانوني تحصل على رخصة من الحكومة المصرية وبالتالي تستطيع أن تعمل وفق الضوابط اللي يعني طبعا سيتم الحديث عنها حينها بعد إعلان المجلس عن الضوابط بشكل واضح أكتر من الإعلان اللي ظهر في البيان لا يبنى عليه شيء غير أنه ننتظر لنرى ما هي الضوابط إنما في النهاية المجلس الأعلى للإعلام وفق القانون 180 سنة 2018 قادر على المراقبة والرقابة وفرض الجزاءات على كل المؤسسات لأسف صلاحيات ووسعة حتى مع بداية الإعلان عن القانون نفسه وعن صلاحيات المجلس الأعلى للإعلام كانت قابط صحفيين اعترضت بشكل كبير جدا وعدد كبير من الصحفيين على الصلاحيات المطاطة والوسعة للمجلس اللي بتفتعت على حق النقابة في تنظيم عمل الصحاف والإعلام بشكل أعلى بينضم إلينا من القاهرة آدم يسين صحفي متخصص بالشأن الثقافي والفني أهلا بك معي أستاذ آدم والحقيقة أن المشهد اللي بنتابعه الآن وبيان المجلس الأعلى للإعلام بيفتح مرة أخرى الجدل الدائم عن دور الدولة في حماية القيم والعادات وتقاليد وقيم الأسرة المصرية هل للدولة دور ولو للدولة دور إيه محاددات هذا الدور والله هو يعني الموضوع لازم نجيبه من الأول هو الأول إحنا شفنا اعتراض من دول مجلس التعاون الخليجي على العديد من الحاجات اللي عرضت على منصة نتفلكس وعلى فيلم كمان كان اسمه زجود ييرز دقريبا أو حاجة زي كده على احتوائهم على مشاهد مثلية أو مشاهد رأوا أنها غير مناسبة لأطفال بتروج لأفكار معينة لا تتفق مع القيم فكانت الخطوة الأولى أو الحركة الأولى كانت من دول مجلس التعاون الخليجي اللي هي يعني قالت احتجت أو قالت أن احنا ممكن نمنع المنصة أو نمنع بث محتوى المنصة لو هذه المنصة لم تلتزم بالأكواد الأخلاقية المجتمعية ثم أتت مصر وراء دول مجلس التعاون الخليجي ومجلس أعلى الإعلام اللي هو برئاسة أو تحت إدارة أستاذ كرم جبر طلع بيان نشره في عدة صحف ورفع هذا البيان برضو للجهات لأنه المجلس ده رأيه استشاري ظل رأيه استشاري يعني رفع سبع بنود أو سبع مواد بتتكلم كل معظمها بتدور في فلك احترام الأطفال أو أن ما ينفعش تعريض الأطفال محتوى هذا المحتوى من شاء أنه يعني إفسادهم أو تسريب قيم غير ملأمة للمجتمع وفي نفس الوقت ما ينفعش بياناتهم تبقى معرضة وبعض الأشياء فيها يعني لو حللنا البيان يعني بند بند حنلاقي فيه طبعا بعض المتنقضات وبرضو هي غير واقعي لأن منصة نتفليكس حتى لو كان بتساهم في إنتاج محتوى مصري فأنت كما تعلمين والناس تعلم جميعا أن هذا المحتوى بتنتجه شركات لصالح نتفليكس وإحنا جربنا قبل كده إحنا نمنع بعض بين قصين بعض الشركات الإنتاج فراحت تنتج محتوى مصري وتصوروا برا مصر على أنه في مصر فالمنع بالطريقة الكلاسيكية القديمة وسوف نمنع وسوف نضع حدودا ونضع موانع مش هينفع لأننا نتكلم على منصة عالمية ولو تم تشفيرها في مصر ببساطة شديدة جدا ممكن مستخدم يستخدم تكنيك الـ VPN كأنه بيتصفح الموقع أو الصفحة من دولة أخرى ويدخل عليها زي المواقع المحجوبة يعني رغم أن فيه يعني انفراجة ملموسة أو واضحة في بعض الأمور المختصة بحرية الرأة لكن لازلت هناك عشرات المواقع المحجوبة طيب أستاذ حسين يعني أستاذ آدم بيقول أن حتى في عصر الإنترنت حاليا ما ينفعش تقنيا أن أنا أقدر أمنع المواطن لو اختار أن هو يتفرج على محتوى ما أقدرش ما عنديش الإمكانيات تقنيا أن أنا أقدر أمنعه ده ده شيء واقعي لكن السؤال هل ده دور الدولة؟ هل من دور الدولة أن هي تحمي ما نطلق عليه قيم المجتمع المصري؟ هل ولا ده يعتبر تقييد لحق المواطنين في نهاية تتفرج على اللي هي عايزة تتفرج عليه؟ في نهاية المواطن بيدفع ثمن اشتراك نتفليكس من جيبه الخاص هو بعيدا عن ما تم رصده على مدار سنوات من تقصير تام للسلطة في القيام بدورها الأساسي بحماية المجتمع أشخاص وأفراد وحريات وقيم إنما خلينا في المسألة اللي إحنا بنتكلم فيها النهاردة الدولة إذا ما قامتش بدورها في حماية المجتمع في حماية الأطفال من مخاطر حقيقية أصبحت بتخاطب عقول وغرائز أطفال غير قادرين على حتى الاختيار فإحنا النهاردة ما قدرش استسلم للتكنولوجيا أو التقنيات الغير متاحة اللي من خلالها نقدر نمنع بث مثل هذه الأعمال اللي بتمثل خطر على الأطفال إنما في النهاية لازم الدولة تقوم بدورها لازم الدولة تستخدم الأدوات اللي موجودة قدامها لازم الدولة تشتغل على تطوير الأدوات بشكل يسمح لها ويسمح للجهات الرقابية أنها تقوم بدور الحقيقي المنتظر إنما أنه أنا النهاردة أستسلم لهذا الأمر وأترك ديزني مثلا على سبيل المثال خلينا في منصة ديزني اللي من 2017 انطلقت في أن هي اعتمدت بشكل ممنهج وجود مشاهد مثلية في أفلام الأطفال بدءا من الجميلة والوحش في 2017 وبعدين تكسيف المشاهد في الأفلام لدرجة وصلت لـ 50% فأنا النهاردة كمواطم مصري أو كأب أو كشخص مهتم بالرأي العام أو شخص مصري خليني في حدود أسرتي من الناحية القانونية أنا محتاج اللي يحميني ويحمي أطفالي النهاردة الطفل غير قادر على الاختراب بتاعته وصلت وجهة نظر خستاذ فسي ولكن في النهاية هو بيشده الطفولة بتاعته أنه يتفرج على الحاجة اللي بيحبها لما يلاقي قدامه البطل في فيلم الكارتون عنده الميول دي بتبدأ العملية من الإعجاب بيعجب بالبطل بيصبح بالنسبة له حاجة بيقادي بيها وصلت وجهة نظرك أستاذ أدم خليني أسألك هل بتتوقع أن الآن في هذه اللحظة نتفليكس ما وصلش منها أي رد فعلي حتى الآن على بيان المجلس الأعلى للإعلام هل بتتوقع أن هناك بالفعل منقاشات ما بين الدولة المصرية وما بين المنصات زي نتفليكس وديزني وفي النهاية يمنى أستطر بحقيقة قلب تتوقع أنهما ممكن يمنعوا فعلا بعض المحتوى من مشاهدته في مصر مثلا الحقيقة لا أتوقع لأن إحنا ما عندناش لغة ونخاطب بيها مثل هذه الكيانات بس أتوقع أن يحصل رد فعلي تجاه التحرك الخليجي لأن الخليج أصبح سوق نحن شفنا اللي حصل في السعودية من سينمات عديدة جدا نحن نتكلم بس على نتفليكس أو كما أشار الأستاذ على ديزني فقط وده موضوع بقى يطول شرحه وكيف أن الطفل عموما مش المصري بس الطفل عموما بقى واعي جيدا بأدوات التكنولوجيا ومهما حاولنا أن إحنا نضع أسوار وعوائق إلكترونية أو في الدولة تضعها للحيلولة دون أن الأطفال تشوف الفيلم الفلاني بينزل مقارساً بيبقى متاح بيتبادل عن طريق الآيباد عن طريق الفلاشات ففكرة المنع دي فكرة مش فعالة بأي حال من الأحوال وأثبتت الأيام عدم فعالية بنتكلم في دولة زي الصين منع تطبيقات كاملة ومع ذلك الناس بتستعمل هذه التطبيقات عبر الفي بي إن أنا أقصد أعشرات الوسائل هل المنصات دي نفسها وهي منصات في النهاية بتنتج محتوى عايزة تبيعه وهناك مشتركين كتير سواء في الخليج أو في مصر أيضا فهل المنصات ممكن في النهاية أنها تنسك العصايا من النص زي ما احنا ما بنقول وتتيح بعض المحتوى لنا في المنطقة وترفض إتاحة بعض المحتوى ما هذا ممكن يا فن ده أريدي حاصل إن في أفلام مثلا في منصات كثيرة جدا مش بلس نيتفليكس مثلا أنت بطريش تدخلي في المستخدم اللي موجود في المنطقة أو المنطقة الإقليمية ما مثلا في الريجن ما ما يقدرش يحصل على كل نفس المحتوى اللي بيحصل عليه اللي في فرنسا مش لأسباب بس رقابية لأسباب إنتاجية فيه تعاد بيعملوا نسخ من نفس المسلسل أو نفس الفيلم فيهلوا النسخ بالأخرى عشان يخلوا المستخدم يدخل على النسخ بتاعته ففيه طرق أكيد بس هل أنا بجاوب على سؤالك إن هل فيه تحرك لا أظن يعني لا أظن إن فيه تحركات لإن إحنا دايما بنكلم نفسنا يعني حتى صيغة والخطاب اللي هو أصلا نيتفليكس عاملة تصنيف عمري يعني من ضمن المطالب اللي طالب بيها بيان الأستيس كارام جابر هو وضع تصنيف عمري إحنا شايفين تصنيف عمري في كل البلاتفورمز اللي بتعرض محتوى حتى موبي حتى الحاجات اللي بتعرض محتويات فيها قدر من الجراءة وفيها قدر من النخبوية زي موبي مثلا فيها تصنيف عمري فده طبيعي يعني ده مش حاجة مش موجودة بس حرجع وأقول برضو مرة أخرى إن المانع سيجزب الانتباه أكتر الطفل الآن عنده تحت يده محركات البحث عنده أدوات المراوغة والمناورة عنده فأنا أظن إن التوعية لو افترضنا إن ما يقدم أو سلمنا جدلا كما تفضل الأستاذ العزيز وقال إن ما يقدم سام أو ممكن يضر المجتمع إذن علي أنا أنا وعي إن أنا يعني أواعي بقى في التعليم في أناقش المواضيع دي وأواعي ليها بدل من أن أنا أخبي رأسي في الرمل ومناقش مثلا حاجة زي اتجاه أو نزوع جنسي زي المثلية لا أن أنا أخبيه وأترك الأطفال يكتشفوا أحدهم يكتشفوا عن طريق نتفلكس يكتشفوا عن طريق ديزني يكتشفوا عن طريق عشرات المواقع ومئات المواقع بل ملايين التطبيقات والمواقع والموضوع بيتسع يعني فلما هنا حاجة سد ثقب هنا أو صغرة هنا وأعتمد على أن أنا لسه في في التمانينات أو في السبعينات فهتنفتح ألاف الصغرات فلو أنا فعلا عايز أرى أن المنحق من لازم لزاما علي أن أنا وعي نشئ تجاه مثلا ممارسة ما أو اتجاه ما أو نزوع ما بعيدا بقى عن ناقش بقى دي بعدين دي مش نناقش هل دي حاجة خطر أو غلط أو قطأ أو مرض نفسي كما يقول البعض أو كما تقول منظمة السحة العالمية أدم هم برضو البعض بيقول أن الحرية المطلقة مش موجودة يعني الحرية المطلقة دي مش موجودة في أي مجتمع حتى مع التوعية يعني في أمريكا نفسها نتفلكس كان فيه انتقادات بيتمت وفيها نعم صحيح فاندم وفيه صحيح في جماعات يمين في أمريكا ترفض ترفض حتى الآن ضد الإجهاد ضد تدريس نظرية التطور يعني مثلا يمين الأمريكي الفار رايت الأقصى يمين الأمريكي يرى أن نظرية التطور ضد الدين لا يزال ويرفض فيه فيه بس المجتمعات برا فيها كل حاجة وفيها حرية لمناقشة الأمور فالأمور بتناقش على الترابيزة مشكورة شكرا يا أدم كنت معنا من قاهرة آدم ياسين الصحفي المتخصص بالشأن الثقافي والفني وشكرا لي كنت معنا من اسطنبول حسين صالح محامي وناشط حقوقي ترجمة نانسي قنقر